أشبر شوية أهل الأخب بديش وش رأيك وش رأيك سينوردين لباس ولا غلاباس وش رأيك أهل الأخب أهل الأخب رأي أعطيك العافية إن شاء الله رأي بيرك شيك وش رأيك لا باس الحمد لله سمعت المودة خالت عكراني حق ما موافق يعني كلام موزون ومعقول وموضوعي هذا التحاليل هذه والمواقف هذه اللي لازم نستحلى بها الجزائريين خاصة لعندهم مستوى إيه الواحد يتكلم عن الجهتين ما يتكلم مش غير عن جهة برك بس كون لما تكون انت الدعم في جهة ضد جهة انترك تشعل في الحرب بلما على بلك إيه والخيطات فيه نوع من العاطيفة كي الناس اللي كي الناس اللي يشعول واحد ما راشيها ضرب بالحقل تاعو ضرب الحاطة يفتاحو ايه يا أخي انا نجدوك هذا النظام هذا لا شك فيه احنا عرنا نحوز نغيروه واش نزيدون عذا بعدين نظل نبرح لك أنا عن النظام قلنا نحوز نغيروه تربح خلاص ولكن هذ الناس اللي ايه ولكن درك هذ الناس اللي رام يحوزوا يغيروا النظام يكونوا في المستوى تا درك اه سبرت راح شوفت راح ندخلوا هذا اخونا هذا انت لما درك مثلا واحد هو درك راح تغير انت النظام في وقت من الأوقات كنا نقولوا احنا الناس اللي هما مثلا في السلطة مكانوش قاريين ودخلوا وداروا شهادات وكين منهم اللي يقروا في الجامعة ها تكن تنتقد في هذاك الوضع ابا كتدير فيه انتظرك اكتدير فيه بالناس وحد اخرين وياريت ياريت هو انك انت رام هذا الناس رام هذ الناس رام ناس فاسدين اخلاقيا الناس اللي رام هم مطعم حتى في الناس اللي انت اهم قارنوا انت بواحد مجاهد كان مجاهد وكان هذا السلاح والله غالب كان تحت الفطر انت احتلال مقراش والله غالب لكن ليس شخص متشرد وانت تصنع منه انت يحب انت تصنع منه فرنس وحب انت تدير منه قصة يا اخويا كونك انسان موضوعي هذا النظام راهو ظالم كون انت انسان عادل هذا النظام راهو ذرك هو فيه الفساد وفيه الوسمو ما تبررش انت الفساد الناس اخرى من جهة تتحارب فيه وتبرر فيه الناس وحد اخرين وما يكفيش الانتقاد وما يكفيش الانتقاد وما يكفيش الانتقاد لازم كي تنتاقد عندك البادل لما عندكش البادل علش تنتاقد الانتقاد انتظر حراك حراك موش فاهمينو حراك اصلا حراك اصلا موش فاهمينو فمتوا جي جي هاي مال وهو الحراك هاذا شغل انت يا عيض هزي الميكروفون هذا هو الحراك حراك ديجا اصل اصل الكلمة هارلي كنا نتكلمو ونروجو للكلمة هذة انتع الحراكة الاذا انتع وطنيو في المدقلة تعنا والله العظيم تسجيلات ما زالها موجودة كاشنها رش الله ندير عليهم بحث ونشبد لك كاين بعض من الناس والله ممش مستسيغين حتى الكلمة هاي كاين حتى بعض الناس اللي مره في المرات كش ملاش هذه الحركة انت تشبدو لنا فيه في مصطلحات قول ثورة كيفش تقول انت حركة كذا وكذا وذرك يا اخو يا ولاو يديروا في الله في الدروس الحركة هذا رهو اصل جاي جاي من كلمة حركة حركة بمعنى انه حركة مستمره ودائما حركة والحركة هذا متنوع فيه الحركة الثقافي فيه الحركة السياسي فيه الحركة الأدبي فيه حركة انتع الشعر فيه الحركة وتكون انت عمل عمل متواصل الدون هو انك انت تدخل في هذك لونغروناش هذك انت عثورة هذك وتدخل انت في المواجهة في الاحتجاجات هذيك وقطع الطريق وما شعر فانا وانت توليد خدم فيه حنا قولنا نديروا حرك حرك سلمي حرك حضاري هو انك انت تطرح مشروع بديل ترك رح انت تغير نظام تغيروا الاحسن تجيب انت نظام مبني على العدلة ترك تحكي تنتقد في الحقرة تنتقد انت في هذو كل الاشياء السلبية بدون يعني باختصار وانت لازم تجيب انت ناس في المستوى تجيب لي الناس كينين حتى اللي منهم تدي كلوشار يخاف حتى بيش يقول هالكلمة استعمل فيهم انا ما استعملش يا اخويا ما نستعمل كلوشار ما نقرب ليه كلوشار ش بدرعك ليه خلي ناس اللي رام يحوسوا على التغير ناس مثقفين ناس متكونين ناس كذا انتارك بروحك انت بعد انت تتقدم الصف انت يا صفوف الامامية هذوك رام للناس نظاف الناس اللي رام يدركهما متكونين ناس مثقفين تغدواتك مثلا هذيك الاطارات وهذيك الكافاءات اللي راح تشوف انت يا هذا كلوشار كيف انا صاحبي انا شوفوا عايشين في فرنسا اطيباء اطيباء فاني نقول لك انا ولله حتى نعرفهم بناس نعرفهم نشي قيل 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 نعرفهم نعرف واحد من الايل انتار جاء بشاهد انتار طبيب براه وذوك عندو كلينيك في البلاد جاء قالوا له باش تروح دير انتار انتار وسمو انفيرمي قالوا لهم روح تلاحبوا على رواحكم انا جينا نقول لنا خدمة انا في فرنسا كنت هنا طبيب في بلادي بشاني وكذا ومنا المتزوج بفرق بوحدة عندها الوسمو من عندنا من من البلاد متزوج بوحدة عندها اسمح لي لك انا رانية يتكلمت عليه واحد نعرفهم كيف كيف نعرفوا واحد دونتست راه وضاءت انا كيف كيف دير كلينيك والله كان مسكين كان يخدم في واحدة خدمات الله واعلموا بها تيجي لك انتا انسان محرق قاعدين يماني بيليو فيه ويحس في رحو بيلي راو حاكم حاكم الاسمو قريبي يولينا استغفرنا يا ربي اسرافيل ايه حشما على عرضك حشما على عرضك ناس اطيب باب شهادة انتاهم ممش معترفين بشهادة انتاهم ورايح انسان مبوقل في راسهم يعرفش يجيب حتى ربع كلمات حب انتا تصنع منه بيلي واسمو فهمت عن طريق البوز وعن طريق ناس رام يدعموا فيه من جهة كذا بالتعاليق وبالوسمو وعلى جل بشهو ما عندهم حسابات مع البلاد وعندهم كذا بتستعمل نيش اخويا ما نستعملك ما ولو قال ها ونحاوسوا على تغيير تغيير حقيقي تغيير يجيبوه الناس لكنتك يجيب لي ناس دكاطيرا وناس فلاسفة وناس باحثين وناس مفكرين وناس كذا تجيب لي انتا شخصيات سياسية قاعدت الدور لي انا مع هذا واحد من متشرد واحد متسر بمدراسية وان كنت انتا ينهار لي كنت تهضر الناس على الفساد وان كنت انتا نهار كانت الناس تحكي على الإرهاب وان كنت انتا نهار كانت تخرج في صدور تاحا وتقابل في الرصاص وان كنت انتا في الوقت هذاك دورك خارجين يلا عجل باش يستغلوا هذك العاطفة الشعبية الجياشة هذيك من أجل عجل باش يستحوذوا على التضحية انتا شعب الناس تقرأ والناس تخدم والناس تبيت سهرانة الناس تبيت الحدود الناس تبيت هزا سلاح تقاعد في المقروط وفي البيستاش وبالتاة يجي تدقوع على خلق ربي الناس تبيت الحدود الناس لا يستعملوا فيها او ما على البل هاش نحن نرى أننا عشنا في 30 تسعينات وشفنا الهول هذك كان الناس اللي هو ما ذلك انتا لما كانوا ينصحوا يعرفوا النظام أحسن مما تعرفون انتا روح شوف عاود اسمع غير بثرك مثلا المناظرة بين عباسي مدني وش اسم ومهري ربي يرحمهم في زوجه روح اسمع اسمع الكلام انتا عمهري اسمع الكلام انتا عمهري يتسمى يشر له يشر له بالي يوديل عن بليس يتكلم معه بواحد طريقة ويقمو شوهم الكلام انتا عوشها مع انه احنا كنا في الوقت هذا تشوف انت يا بلي انت عباسي مدني والدكتور في الفلسفة ومعلي بلي شو اسمه وتشوف بلي انتا مهري انت مراهووش او شغل واحد مثبت او شغل واحد راهو مع النظام وشو الناس وهو راهو يشوف يشوفات انت مكتشوفهاش صح هكذا حصل أعلى أنت تحطم ونروحك أنت تتحقق بمستقبلك هكذا أعلى أنت تعقلك ومشي بعقلك ومشي بعقلك تخدم رأسك ومشي بعقلك انت تحويها للتغيير أنت تستعرض العضلة ضد الشرطة ضد درك ضد جيش ضد الناس ضد الناس ونروحك ومشي تنسل يجب أن تتحقق أو تستعرض ونروحك لأنك تتحقق لأنك تتحقق ملجمع لأنك تتحقق تلك هؤلاء من سلاح نعم مع السلطة ومنا 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 وقامنا في برج الغدير ونحن مكان وكان ما نشحنا وكان كذا وكان ما نشحنا وكان كذا قلت سمع وقولك قاسم بالله لو كان جاء الناس لم يخاف من ربي يقول قاسم بالله تلك السلاح الذي أراك هذا الزنت غير أن يقلبوه لك كأملاة وقاسم بالله الهرون تشبهها عن طريق تقول لك أصناف كل لا تكلمني بأنك ترى أنك سيكون لديك أحد وكذلك الناس سكتة وكذلك وكذلك الناس سكتة وكذلك حكومة اتخافهم هذا نعم إذا كان السيد يتلصص ولا يستطيعون أن يخرج ولكن لن يكون لدينا هراسة ونحن لديهم الوصف لأن الناس رأيها إنسان قادر أن تساهم بكلمة كلمة قادر أن تذك مثلا واحد هذا الجنرال والله تكون أنت منصف تنصفه بكلمة تنصفه بموقف تنصفه بكذا قادر أن تتأفر فيها أنا مرات نكون أنا نتكلم أراني إنهاج ما نفي ناس معارضين ولكن في المقابل رك تكسب في ناس حتى دخل السلطة تكسب فيهم من خلال خطاب بتاعك لأنه رأي شوفيك باللي رك إنسان رك موضوعي رأي شوفيك باللي رك إنسان رك تتكلم في الحق رأي شوفيك باللي إنسان رك عارف الأمور كيف شرها تمشي والآخر كيشوفك أنت تنتقد فيه الآخر رغم أنك أنت رك تبصر فيه رك تحلو في عينيه هو يشوفيك أنت شغرك تأكل فيه يجيطح عليك هو كلب المغلوث هذاك أعود العنف اللفظي هذا ما يخرج ما عندوش لازم لازم صورتو أمور كما هذه لازم لها الرفق ترفق لأن الرفق هو ليجيب النتيجة نعم أحسن نعم سبحان الله الناس بكري رائما فيمرهم أن يكونyo قال لك اللسان الأخ shaftnicas يردين عن اللب بن قال لك اللسان الأخباح يردين عن اللب بن خاصة مع الجزاريين خاصة مع الجزاريين تجي انت تتربب عليه السيد عنده الدبابة وعنده الطائرة وعنده الساروخ وانت جي تتربب عليك شغل به في السيوه هذك اللي يجي هوي يا دي لاني بليز هشم هشم شوية هشم والله يبعت لك واحد منتوع الحرس البلدية ينطرني فيك هشم شوية هتقول له حطي الاخر وروح انت شوف انت يشوف انت يضك الناس هذه الحملة همت تعسب وانت ايهانة وانت عفيا والناس صبر صبر اصبر وره ينفخ في روح مثلك ويلقوا الإعلام هذا البطل وهذا العربي بن مهيد والاخر ذاك ينفخوا فيهم وهو ره يحس في روح هكذاك حتى يجاب في عمره او رحوا لما يقوموا بروحي مع الناس الذين يزورون هناك وطاروا عينيهم وطاروا رجليهم سأتحدث معه يعطي لك التاريخ سأتحدث معه لا تشاهدهم ناس مساكن يحوسوا غير على جديد أنا حكيت مع ناس هنا في فرنسا كانوا في وقت من الأوقات كانوا هزين سلاع في البلاد ليس مع الجماعات المسلحة مع السلطة والله يداوي هنا في فرنسا ها السلطة كانت معهم وطلقت فيهم هنا ما يعيشون هنا في فرنسا ويداوي وعرفوا الحقيقة وكين ناس كين ناس هنا كين بزاف ناس هكذا اللي كانوا يسمعوا لي كين مرات هو أنك يقول لك أنت شغرك الدافع لأنتوع المسلحين لأني بلايس لأني بلايس أنا والأختونسي هداك بلاك لعودره ويسمع فينا والله العظيم مرات تقلي غولي تنفكر باش نعود نرجع عن هز السلاع ولما يجي ونلقي نسمعك هكذاك تخضر معايا وتفتعلين تقلبك وتسمعني وتفهم المعاناة تنتاعي ومنى 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 بشوية 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 حتى نولى خلاص ولا ولا إنسان نورمال عادي خلاص كي هو كما أيها الناس لما انت ذوك تشوف انت واحد يا سيدي سبحان الله الناس تعذر على الإسلام راه ربي يقولك ولا يجري منكم شنآن وقوم على ألا تعديلوا أعديلوا هو أقرب للتقوى تتهذر على العدالة وتهذر على العدالة وتكلم برك بموضوعية وتكلم بإنصاف وخلي فيما بعد خلي فيما بعد الناس شكون هذا الأخ عبد الرحمن فهمت هذه هي هاي والأخ عبد الرحمن أخ عبد الرحمن خرج فهمت الأخ بديس بالمهم نسمعك أنت أنا بالحقيقة أنا عندي واحد الموضوع بالكي يجيب لي أو خرج خرج على الموضوع إن شاء الله ما كانش مشكلة لأن أنا فيش حال نقولهم من ربعة وتسعين من ربعة وتسعين من ضربة رومباز رأك حكيت عليها ربعة وتاع رمضان اه من هذا كل وقت حتى لإلآن دايما نحب المعلومات باش نفك واحد اللغذ كان واحد الشاريط واحد السجيل درتوتا مؤخر على سمراوي في الجزيرة ها؟ هذه القضية لا أعرف لك مطالع عليها قضية بشاور ها؟ هذه القضية كان منها؟ كان منها كانت في أفغانستان يقول الدكتور أحمد دكتور أحمد هذا لن أعرف شيكم أنا كان في الحومة في شما هناك وكان يقول الدكتور أحمد في هذا الوقت وأنا نقول له كان هذا يسمى مهم هجرة والتكفير وأنا نقول له نقول له الدكتور أحمد ونحن نقول له يقول له قال الدكتور البوطي والدكتور القارضي ولا تقول له ما كاش دكتور في الإسلام ما كاش أد أنتم خرجتوه بيدعا وكي ولد في هذاك ولا الدكتور أحمد يعني كاش تشوف الناس اللي كانت تمشي بالعاطيفة بيانسير بيانسير كثيرين كثيرين وحنا هناك أشياء اللي كنا ما نشفها مينها في الوقت ذاك حنا هذا الأشياء هذه اللي رأنا وصلنا لها وصلنا لها أولا من خلال جمع المعطيات وكين أشياء اللي رأنا ما زال ما ظهرتش إحنا رأنا كيما نقولوا هذي الشي اللي قمنا به من خلال ذيك المدخلات والحوارات والشهادات وكذا هذيك رأيت تقدر تقولك شغل أرضية أرضية الشي رأه رايح ربما يجي في المستقبل مكشفنش الحقيقة جوز كيما يقولوا برفي بحر صح أنا أنا عرفنا كيما نقولوا المشكلة من راه وجاي خطر المشكلة هذا راه وجاي متراكم جاي راه من قبل الثورة وجاي خيط خيط وكين اللي كانوا يتعاملوا مع المخابرات الجزائرية ودخلوا فانته ومن بعد بدأوا ينصطلوا فرواحهم في الجبال والجماعة كانت تمشي بقلب ورب أنا نعرفهم مثلا عننا هنا في برج القدير والله نعرفهم ناس ولات عائلة ناس ولات مجاهدين ولات شهداء ويعني كمثال برك رئيس البلدية كان ابن مجاهد واللي اسمه وكانوا معاها ابناء مش ابناء واسمه شهداء كانوا معاها ناس نعرفوا عليهم غل الخير لكن في مناطق واحد اخرى ميت ما تعرفش الناس خاصتين في المدن الكبرى مثلا كم العاصمة والله يجيك واحد ما لبكش أنا منين والله ما تعرفوش كنا نعرفو وكينين ناس مؤخرا برك ما عندهش بزيف يا بلك عنده واحد العام والله كان واحد انا وكنت حسبو ميت حتى التصل بي ولقيتوا باللي من المتابعين وواحدنا عارفو معرفة شخصية فهمت نعرفو معرفة شخصية أنا عندي عندي كنا في بوسعة كنا في بوسعة دفسية حتى نشوفوا هنا كانوا في الوقت هذك في ثمانييناتها بدو يدوروا هذو كل جماعة نصلي ونخرج ونقعد معهم نصلي ونمشي وهو يقعد معهم في الحلقات هذوك في الحلقات هذوك نهارك صارت بدأ تمرد هذك والعمل المسلح واحد المرهنا نمشي في المرشي وتلاقيت بواحدنا عارفو أهلا واشراك صارت والله واشراك صارت واشراك صارت واشراك صارت واشراك صارت قلت له واناك حسبت ومات حتى قلت لك واحد ما عنداش مامبه واحد لعامة تصل بي هو على الفيسبوك واشراك صارت واناك صارت واناك صارت واناك صارت ومسيلت وقلت أكثر واناك صارت و Mark قلت له الحمد لله مكان 우� fuelsك اذا الى� في عاطفة في الأفهم لا فهم للدين ولا فهم للسياسة ولا معرفة بالنظام وكنت الناس تمشي بنيتها وكيف كيف ذركها رغم كان الناس اللي يتلقاه منذ كات الحركة ويمشي بنيته بنيته من أجل خدمة البلاد ومن أجل كذا لكن يستعملوك ايه بخدم عقلك خدم خشخاشك يا صاحبي أنا عندي الأخ يكبرني بسانتين بعامين كان في لونباس ربعة وتسعين ما درنالوش الدوي أنا شفت كيفاش خرجناك واغط من عدموه هو صرت واحدة القاضية في ربعة وتسعين مرت ضربة هذيك كنت انتبع عنا بزاف هذوك اللي يفوتوهم فالنشرات هذوك هوا فالوسم مكين ويرو هنا ديجا أصلا أصلا هذه القاضية سمح لي سمح لي الأخ نوردين كان واحد من باتنا شدوه وجوزه في تليفيزيون ومضروب وكل شي منها المهم كان أذيك اللي كان يفوتو إنك الخطر يفوتو واحد خطر أفوتو واحد أنا السيد هذك لي فوتوه قال واحد الكلام بقى لك ماشي كلامه وقع صح مصح فيه جزء من الحقيقة وهو أنه قال لما هاربوه جماعة 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 مشاوا منه وجماعة مشاوا منه قال هم كين جماعة قتلوهم في الطريق ودفنوهم في واحد القلاسة أنا ما نعبش لجيها هذيك تعباتنا ووش يدير لوحد يروح تم ما يحفر يحوس الاخر وش يصيب العظم ووش رح يصيب مع لا بالكش إحنا فالأخر ما عرفناش الحقيقة الحاجة اللي قدرنا نديره هخرجناك واغطب اللي ميت من الطالي تعباتنا بس صح مفقود إحنا من اللي فقدنا من هذيك ما زدناش وهذا كان أخويا هذيك كان كما تقول انت هذول كانوا بنيتهم كان وبرطون كان إنسان داكي يفكر بالصح العاطيفة فتت تغلبت على العقل تاعو امشاف الاخر من بعد هذك الدكاء تاعو هذك نسبة الدكاء اللي عندو فاق باللي اللعب من بيوع باللي قاضية مطبوخة وعلى هذيك اللي عدموه بيانسان واش تكون اللي يعدموه عدموه جماعة اللي هربوه واللي عليش لأرفض لكي يمشي في الخط اممممممممممممممممممممممممممم اي هذيه ها ارفض لكي يمشي في الخط ونتذكر انا كنت كي كان الحراش كبالما يروح عنهم باز كنت روح نزروا ونديلوا القفة خطراء قال لي قال لي ما راحين يديرو هنا يا عيسيان في الحفز قلت له ما زلك عقدة قلت هالو في تيليفون قلت له خطيك قلت له جبدا روحك يا تيليفون هذك دي جاد وقرع مسجلينه هما قلت له لا يريحوا أنا قلت له جبدا روحك قلت له ما تخلى روحك في والو هادي تعيسيان وهادي كل شي راح مطبوخ لداخل هم كل الحفز ركف الحفز شد سابعك وريح بلاستك وانا قدير له وانتبع معاه لكل حال ذاك الافوكات للي غدر اهنبرغ ما دروالو دا عطاوه بالإعدام مم مقتل وانا من بين الاخر قلت له قلت له قللي حاجة قال لي قلت له اسكو فيك الدم قلت له ما تكتبش علي قال لي ما فياش قال لي خطراء روحنا الواحد المكان باش زمان قتله واحدة طرقية ولا منش عارف وعودنا ولينا قدرناها هالي وقل الحمد لله ما فيكش الدم المهم اعطاولو إعدام محاكم الخاصة ما تقدر تحضر هادي من بين بين الأمور اللي تما فيها الظلم كبير علاش محكامة خاصة لا دار احكم عليه خلينا نحضروا نشوف خلي الناس الوالدين يشوفوا خلي الناس ما علاها علاش الخصوصية هادي علاش خاصة إلا دار يخلص ما دارش يخرج ولا يحكم عليها علاها أول ما ما كن شوفوا نقول لك احنا ما نشفي الدولة انتع قانون والظروف الظروف انتع الوقت هذاك كنت هكذا كنت قاسية فمت قاسية كنت قاسية مثل ما كانت ثورة هذوك يقتلوا هذوك يقتلوا فمت هذوك يقتلوا هذوك يقتلوا والإنسان اللي خشن رأسه يتخبط رأسه في الحيط فكانش بسمه فمت هذوك ذلك مثل الجماعة اللي رهم في الجبل ما عندهم شو هم الوقت انتع الاخذ والرد وشارع وما على بليش والله انتع السلطة رغم الظلم انتعهم ورغم القهر اللي عندهم بسعه الأقل رأي عندك قال مثل مع البليش نارك في مكان وتتصل بالعيلة نتاعك وخليه صية وهذوك حكموك يلا طول وروح فكاله حضرة لأولوك سينوردين كنا حاجة هم سلم نفسه وش نزيد هالك في رمضان ها كان بالعيد السلام قال لك في رمضان وش يسموها هذيك آخوك سلم نفسه سلم نفسه هم اسمه غضروه غضروه أسروا بش يمحوه من الآخر على جال قبل ما يسلم نفسه كان حب ينتحر وصل به الحال لماذا لماذا وصل به الحال هكذا اكتشف 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 اخطر شي اخطر شي انا هذي حكيتها حكيتها مرة حكيتها مرة محمد طلب كنا هكذا نتحط فيه محد الموضوع هكذا قل انتا في بالك انتا وش كما قلوه الخليل وين نراه قلوه في العقيدة فهمت تاذك الانسان انسان المسلم اللي العقيدة انت صحيحة تنتقد حتى نقوله مثلا انسان يغضب بصح باش تلحق انتا باش تقتل الخوك خلاص دين نتاعنا مهوش نتاعسف انتا دي ما والله ذيك ضكيني الناس اللي هما لحقوا الوحد المستوى خلاص صار لهم الضياراب الضياراب في الفكر انتا هم ولحقوا الوحد المستوى من العقيدة وخلاص ويكفروا كما نقول في الناس وظرك انتا كان الامسان اللي رامش بقلبه كما مثلا الاخ انتا لاني منعرفوش بس غير لمحبرك عليا هكذا لاني ما زال ما حكيتش معاك في الموضوع اصلا بس غير من خلال كلام انتا فهمت باللي اذا كنت لما يلحق الواحد لهذا المستوى ما يكونش عنده علم بالشرع كما ينبغي وفي نفس الوقت كان يمشي بقلبه يمشي بقلبه آفان تسمى من بعد كيشغل راح لدروات ومبعد راح لقوش ما ما كيش حاكم لي كيلي برتاعو هم هو اكتشف امور اكتشف اكتشف باللي الماتش من بيوع و احنا قنعناه باش يسلم نفسه كي الحق الدرجة هذي بابا الاب تاعي الله يرحم و دخل مع عمي كيش قنعو سلم نفسه كي سلم نفسه داوه السونطرال 17 يوم تحت الارض بعت النار رسالة اني شاف مراها 17 يوم تحت الارض السونطرال في آل جي بالتعدد مع انه سلم نفسه وبعدها حكموا عليه بالاعدام وكان فوق حكومة بالعيد عد السلام لي قال لك شهر رمضان شهر واش يسموها هذي شهر الرحمة الرحمة وانا كي هذرت مع المعلمة وقلت له للوزر الاول هذر والاخر قال لي جيب لي جيب لي الداليت حاجة مكتوبة عشيت نحوص له جران النانا وانت رك محام انت تعرف المهم عليه بالاعدام باش شوف اللي يسلم نفسه يحكموا عليه بالاعدام والناس اللي قتلت رام يدور وضروك 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 وعندوه مانت في بارت وعندوهم الاخر الناس اللي عم دير انتجارة او ايه ايه طب ايه ايه العدل ما كاش ما كاش العدل ما كاش ما نصفوش الناس ايه ايه هذي احنا احنا شي اللي احنا احنا ران ايش احنا تكوينا فمت ايه انت ما يجيش شغل انت فاكسيني ما يجيش واحد انت يلعب بك لا من هذي ديجون ساعي ساعي نشوف ديجون هكذا نشوف فيهم محروقين صحيح هو مظلوم صحيح بس انت ما كاش عارف كيف يجيب الحق انت وراها الناس تستغل في المأساة انت ومعاناة انت وقادر انت ركي مشروع انا كينين اخرين نشوف برك نقول هذي مشروع انت زوابري هذا هو مشروع زيتوني شوف برك هكذا برك حط انت وشوف وراها رايي يا لعن بليس هولد الناس لعن بليس مش نخوف فيك هذي حقائق لما ننصح فيهم ولا نوجه فيهم ولا هكذا ولا يشبه فينا بالحركة يقول لك حتى الحركة كانوا يديروا هكذا في وقت الثورة شوف شوف ذاك تشبيه الحركة ما جابوش معهم مشروع عندهم بادل ما عندهم الاخر ندعو فيهم للمصالح ندعو فيهم للتآخي ندعو فيهم على الرحمة على جلبش الناس ما تعودش تكرر المأساة وتمشي الناس واحدة واحدة من أجل على جلبش تتخاون الناس وتمحي هذه الصفحة الاحقاد وتعاود الناس تبني الجزائر مع بعضها وهما ما زالهم ماشيين في نفس الطريق في نفس الطريق يا أخويا الطريقة رأها ذات البلاد ذات المحنقة ونتا رايح لها رايح لها ما زالك ماشي في نفس الطريق مش هذا ذو كنت هذا اللي ما تتعضش وروح أقرأ الكتب من تاع الأسيان المدني هو موجود تاع سعيد مخلوفي وروح أقرأ وروح أقرأ الكتب تاع الأسيان المدني في الوقت هذاك في الوقت هذاك دي جاء سعيد المخلوفي نحاوهم القيادة نتعرفيس كي هو كي ناس آخرين نحاوهم في المؤتمر تعباتنا هذاك صح وناس الآن ذوكو لما تسمعوه يهو يبال لك سعيد المخلوفي يقول لي بال لك عندما تقرأ تسمع وش رحمي يدير وش رحمي يوسيو يقول يبالك ذرك هذا نساء سعين شفهم يقول يبالك علامة عندما تسمع انت وش رحمي يقوله رحمي يشوف نقولك قاسم من بالله يالا تفجرت الامور هذا المرة خاصة في ظل الانترنت في ظل اختراق يالله الجزائر غلى ولد ويلات يعني نقولها والكلام تعيرها موثق ومنشور الرابح فيها خاصة احنا رانا نسيو فيهم على جلبة باش البلاد ما تعودش تروح تتنزلق تروح تخل في الوسم وهما راه ما يفهمني يا خويا طالب ما طالب انتعك مشروعة عارب كيفيش تجيبها عارب كيفيش تجيب حقك هذا مكان حقك حقك راه وعندك الحق بس عارب كيفيه تجيبه وانت تروح تضيعه تولي انت تظلم في الناس وانت تحقر في الناس لانك راك محقور ولانك راك مظلوم يالله يا خويا كين الناس راه منظرك في هذا السلطة كين اللي راه منخدامين يخدموا في خدمتهم يالله انت تطبق القانون في فرنسا وتطبق القانون في كنادا وتطبق القانون في بريطانيا ومن بعد لما تدخل انت للجزائر تولي انت خرج الطريق يالله يالله لو كين انظرك هذ الناس اللي راه انظرك هما هك تشوف فيهم كيف يشرب شوف اللي كش ما يهدرلك مثلا راه وقعد هنا في فرنسا شوف اللي يهدرلك على فرنسا واللي راه في كندا واللي راه في اسمه في بريطانيا يقول لك الملكة إليزابات واحنا القانون واحنا الدولة يا اخو ياسي اخدم اخدم على الجل باش تكون الجزائر دولة انت على قانون ودولة انت على حريات ودولة انت على كده اخدم لها على انت يا في بريطانيا تتفاهم مع البوذي وتتفاهم مع اليهودي وتتفاهم مع المسيحي وما عندك حتى مشكلة معهم ومع اخاوتك المسلمين اللي يقاسموك الوطن واللي يقاسموك الدين واللي يقاسموك العقيدة واللي يقاسموك قده من حاجة لغا ماك مش متفاهمين غير في الاراء السياسية يقول لي عدوك ويقول لي انت يا كذا اعلا اعلا في الوسمة في بريطانيا اراك انسان سلمي وانسان متحذر وانسان كذا وتدعي في ولاد بلتك تدعي فيهم الهلك لا اخويا تدعي بلتك هي احسن ومشي بشوية مراهم كيني الناس راهم دركها دائما نقول هنا وهو بن باديس راح وهو الامير عبدالقادر راح وبن مهين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة